أبنائي وبناتي طالبة وطالبات الصف الأول لثانا ولغات أهلا وسهلا بكم على منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية معكم أستاذ محمود سليمان من إدارة النزة التعليمية في محافظة القاهرة النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض نتكلم في برانش أوف جومتري أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي سيميلاريتي أوف بوليجونز عشان نتكلم في سيميلاريتي أوف بوليجونز لازم أعرف في عن إيه كلمة بوليجون طب يعني إيه كلمة بوليجون بقى البوليجون عندي عبارة عن فيجر زي ما أنا شايفه كده زي A B C D مثلا فور سايدز X Y Z L فور سايدز برضي طيب أنا لو عندي بوليجون فيه فور سايدز يبقى معنا كده أني فيه فور أنجلز أنجل A أنجل B أنجل C أنجل D وفي فور سايدز اللي هو سايد A B سايد B C سايد C D سايد D A كذلك الأمر بالنسبة للفغر X Y Z L برضو في فور أنجلز أنجل X أنجل Y أنجل Z أنجل L والفور سايدز اللي هو بوليجون دولار سيميلار لو تحقق عندي شرطين أول حاجة لازم البوليجون يكونوا have the same shape لازم يكون من نفس الشاكل يعني دا قوضرلاترال دا قوضرلاترال تريانجل with a triangle circle with a circle square with a square and so on أنا لازم النمبر of size هنا يكون هنا فأنا عندي النمبر of size في الفغر اللي قدامي دا فور ودا فور يبقى ممكن أبحث عن السيميلاريتي طب إيه شروط السيميلاريتي والله لو لقيت في الcorresponding angles are equal in measure or are congruent يعني إيه لو لقيت measure angle A اللي هي دي equal measure angle X second polygon measure angle B اللي هي دي equal measure angle Y طب وإيه كمان measure angle C equal measure angle Z هذه السي أها والZ أها with D equal L with D equal L يبقى معنى كده أنه في عندي فيه هنا corresponding angles are congruent or are equal in measure طب بس كده قال لي لأ هل أنت عندك A B بيوصل بين A والB يبقى القصاده اللي بيوصل بين X والY يبقى عشان كده بقول AB over XY ratio between corresponding sides AB to XY طيب بعد كده between B and C يبقى نفسها between Y and Z اللي هما equal BC يبقى YZ يبقى BC over YZ طيب CD يبقى CD over ZL over ZL طيب equal DA اللي بوصل بين D والA اللي بوصل بين D والA أو A والD هو نفس اللي بوصل بين XL أو XL LX دي بسميها دي بسميها the length of the sides are in proportional يبقى أنا لو لقيت شرطين أن ال corresponding angles في two polygons يعني ال polygons الأولاني اسمه polygons 1 مثلا و polygons 2 polygons 1 اللي هو equals what equals A B C D طيب و polygons 2 اللي هو XYZL فهلاقي A corresponding to X ها الA زي X ما هي أنا كتبها عندي A corresponding to X والB corresponding to Y والC corresponding to Z والD corresponding to L يبقى معنا كده A measure A equal measure X اللي هو الشرط الأول measure B equal measure Y اللي هو الشرط التالي measure C equal measure Z الشرط التالي measure D equal measure L الشرط الرابع ده بالنسبة corresponding angles are equal in measure أو are congruent طب with sides لازم يكونوا are in proportional طب لازم الشرطين مع بعض آه لازم الشرطين مع بعض عشان أقدر أقول then the polygon طب الصيد سأقولهم أول two letters مع أول two letters الثاني two letters مع تاني two letters الثير مع الثير طب والفورت اللي هو أول واحد وآخر واحد مع أول واحد وآخر واحد يبقى البروبورتشن ها between their corresponding size يبقى في الحالة دي بقول وعلمة العلمة دي اللي زي همزة المادة في اللغة العربية عنده ده the polygon xyz ونفس الكلام أنا لو قلت the polygon a b c d similar to the polygon xyz l يبقى أنا بقول له يبقى measure a equal measure x measure b equal measure y measure c equal measure z measure d equal measure l وبعد كده بقول between a b over x y اللي هي أول واحدة equal b c over y z بعد كده c d over z l equal بعد كده a d over x l اللي هو ال four corresponding ratios طيب بعد كده بقول ايه بقول بعد كده definition بتاعي ايه definition بتاعي بقى definition بتاعي بقول لي two polygons m1 and m2 of same number of sides يبقى احنا قلنا شرطة اساسي لازم يكون لهم number of sides the same number of sides يعني four sides هنا four sides هنا three sides three sides two sides five sides five sides طبعا the least is three لو triangle طب are said to be similar if the following two conditions satisfied لازم together لازم and so on in this case we will shield the polygon m1 is similar to the polygon m2 وكلمة similar to دي الرمز بتاعها والsingle بتاعها طيب في الحالة دي هنقدر هنقدر نقول لو عندي مثال زي ده هو بقول لي ايه في المثال ده بقى في الاكزامبل ده زي سؤال choose عادي بقول choose if triangle lmn طب يبقى انا عندي triangle lmn يبقى ال polygon ده في three sides similar to triangle xyz طيب في الحالة دي يبقى measure l equal measure mean وبعد كده قال measure l equal 35 يبقى measure l equal measure x equal 35 degrees الكلام اللي احنا تعلمناه طب وإيه تاني والله measure m equal measure y طيب لما measure m equal measure y اولا measure m y مش موجودين عندي طب وبعدين يبقى في الحالة دي لازم اشوف third angle لانه قال لفوق measure z equal 75 طيب جميل طب فين 75 فين 75 دي فين measure z اه طب measure z يا ترى هتبقى زي مين هتبقى زي measure n يبقى measure angle n equal measure angle z اللي هي equal 75 الله طب يبقى له ان عندي في triangle الاولاني ده اللي موجودة واني موجودة طب هو عاوز مين بقول دين measure angle m طب مانا عارف the sum of measures 180 طب مهل l 35 وال n equal z 75 طب measure angle m بكام اه والله هقول 180 minus 35 plus 75 بالراحة كده بيشتغل لازم افهم انا بعمل ايه يبقى هنا 180 minus طب 30 70 110 110 يبقى معنى كده 180 minus 110 تطلال لكام 70 دي يبقى اعمل بتاعتي عشان افهم how to get my answer عشان اعرف اوصل للحل لازم اكون فاهم انا بعمل ايه هو ايه بتاعه triangle similar to triangle يبقى معنى كده ايه in the first angle equal first angle second equal second third equal third طب انا عندي هو angle l angle z l d z d الاولى والاخيرة يبقى اللي نقص اللي في النص يبقى اللي في النص هتبقى ايه بقى 180 minus their sum فتطلع 180 minus 110 اللي هي 70 دي طيب السؤال اللي بعد كده لو انا عندي figure زي ده هو بيقول ايه فيه بقوللي in the opposite figure if rectangle a b c d is similar to rectangle a x y z الله يعني فيه rectangle similar rectangle a طب اعلي بعد كده abc is equal 16 بداني sides bc equal z y equal 12 then ay طب ay ده side ولا diagonal ده diagonal ay ده اللي في النص ده طيب هو الداني two similar polygons والداني size هشغل على angles او اشغل على proportional between their corresponding size اكيد هشغل على size لانه given عندي size طب ما يقول ab similar that يبقى على طول ab over mean ab over ax بعد كده bc over x y طب ده equal cd اللي هو الثالث over mean over y z طب equal اخر حرفين بعد d a over z a طب ابدأ ابص على given يا ترى هو الداني مين اه هو الداني هنا انا عندي cd 16 الله ده cd اهو يبقى 16 طب والداني مين يداني yz طب ما yz اهه يبقى d12 طب و bc اه bc 12 كمان ما هو equal ده يبقى ناس عندي مين ده اللي ممكن اجيبه من ratio d و d ما مو equal يعني ممكن اعمل ممكن اقول يبقى xy is equal to 12 times 12 divided 16 12 times 12 over 16 ممكن اعمل divided four تبقى four وهنا divided four three وهنا divided four three وهنا divided four one يبقى three times three بكام nine الله يبقى xy ده بكام nine طب جميل جدا طب هو عايز ايه ده هو عايز ال a y طب هو اقل الفجر ده اصلا اللي هو a xyz عبارة عن عبارة عن rectangle طب لما ده يبقى يبقى d12 زيه صح ولا لأ طب ده rectangle يعني d90 الله طب انت عايز y يبقى طب بيثاجرس بتقولك لو انت عندك triangle او ده nine وده nine ممكن تقول d90 يبقى تقول ده عبارة عن ده square plus d square a y square ممكن اقول a y square equals az square او ممكن تقول على طول بيثاجرس على طول تقول a y equal root nine square plus 12 square يبقى ده الروت بتاع nine square plus 12 square مرة واحدة فقطوا واحدة يبقى روت كام روت 81 plus 144 طب اللي هو روت كام يا سيدي four plus one five four plus eight two وهنا two يطلع بكم يطلع بفتين سنتيمتر في 15 او والله في 15 يبقى المسألة بسيطة جدا كون انه قال لي ان عندي ريكتانجل similar to another rectangle يبقى في الحالة دي اقدر اجيب ال corresponding sides لان given كل sides ملاخص الكلام اللي احنا قلناه لانه هنقول اضافة صغيرة احنا بنقول if the polygon ABCD is similar to polygon XYZL طيب يبقى في الحالة دي الcorresponding sides are in proportional طيب يبقى AB over XY اهي اول ratio equal BC over YZ second ratio equal CD over ZL third ratio طيب equal DA over LX fourth ratio ده equal مين equals constant ممكن تطلع 1 over 5 2 over 5 5 over 3 equals 1 and so on فالratio عندي ممكن مثلا تطلع 3 over 5 ممكن تطلع 5 over 5 ممكن تطلع 5 over 3 او اي اعداد يعني في الحالة دي اللي فوق بيكون اصغر من اللي تحت صح ولا لا يبقى اللي فوق اصغر من اللي تحت يبقى اصغر من 1 طيب اللي فوق اكبر من اللي طيب هنبدأ نشوف الحالات التلاتة اللي عندي الرشو فيها فقال لكي دي بسميها similarity ratio بسميها similarity ايه الرشو اللي بتطلع عندي هي ratio between two corresponding sides بسميها similarity ratio او بسميها scale factor ولازم اعرف الكلمة دي scale factor of similarity طيب لو الكي اكبر من zero الرشو عندي هتبقى positive to positive هتطلع اكبر من zero if the scale factor of similarity of polygon a b c d to polygon x y z equal k يبقى similarity من الاولان للتاني من a b c d ل x y z l هيبقى اسمها ايه كي طب لو انا قل بتبقى يبقى انا هقلب دي كمان هجيب بتاع يبقى the scale factor of similarity of polygon x y z l to polygon a b c d هتبقى one over k يبقى دي معلومة تانية لازم اتعلمها وقل لي لو k عندي similarity of ratio ال scale factor يعني دي اسمها scale factor او similarity ratio of polygon m1 to polygon m2 لو k اكبر من one يعني زي اللي فوق اكبر من اللي تحت يبقى اللي فوق هو الكبير يبقى هو الاوسع عشان كده بنقول ايه then m1 is enlargement of polygon m2 تاني لو k اكبر من one يعني ratio فوق اكبر من تحت يبقى الاولان enlargement for the other where k is called the enlargement ratio والk في الحالة دي بسميها enlargement ratio طب لو k between zero one يعني ايه between zero one يعني اصغر من one واكبر من zero زي اللي فوق اصغر من التحت وبالحالة بنقول polygon m1 is a shrinking or reduction تصغير يعني two polygon m2 طب where k في الحالة دي بسميها ايه بسميها shrinking ratio طب if for the ratio طلعت بone الله يبقى اللي فوق زي اللي تحت الله يبقى اللي اتنين congruent يبقى على وجه العموم in general but you can use the similarity ratio in calculation of the dimensions of similar figures انا ممكن اعرف ده enlargement ولا shrinking ولا congruent على حسب اللي فوق اصغر من تحت يبقى shrinking اللي فوق اكبر من اللي تحت يبقى enlargement طبعا للأولاني لكن shrinking للتاني اللي فوق equal اللي تحت يبقى ده عبارة عن congruent figures طيب عايز استفيد من المعلومات دي واشوف انا استخدم ها ازاي طيب استخدم ها في حل السؤال ده هو بقول لي if k is a scale factor طب لو k عندي هو scale factor of similarity between two polygons اللي هو m1 و m2 where m1 is reduction of polygon m2 طب ده reduction of m2 طب في الحالة دي طالما هو reduction يبقى لازم اللي فوق أصغر من اللي تحت صح كده ولا لا يبقى احنا في حالة دي هناخد k اكبر من 0 ولا k equal 1 ولا k اكبر reduction في الحالة دي لأن لو k اكبر من 1 بتبقى enlargement يبقى m1 is reduction of polygon m2 يبقى لازم اللي فوق أصغر من اللي تحت لشان m1 reduction reduction معناها ايه لما shrinking shrinking ام تبقى لما k تكون between 0 and 1 او k اصغر من 1 يعني اللي فوق أصغر من تحت k equal 1 يبقى congruent طب k اكبر من 1 يبقى enlargement تمام دي بقى shrinking وهكذا لكن dk اكبر من 0 طب ما هي k اكبر من 1 برضو تمشي معايا لكن انا بخدش من 0 1 باخد من 0 1 بس طيب بعد كده بنشوف حاجة تانية برضو بتقول لي two similar triangle in which a b over x y is equal to a c over y z equal b c over z x which of the following is false الله في حاجة غلط في دول طب هو قداني ايه قداني ratio between two corresponding sides الطريانجل اولان a b c وطريانجل اتاني x y z طب هو بقول لي في رقم واحد triangle a b c is similar لما قولوا triangle a b c وطريانجل is similar to triangle x y z انا ممكن استنتق اقولوا والله ابا a b over first side x y is equal to second side b c second side y z is equal to third side c a او a c مش هتفرق معنا over x z طيب انا في الحالة دي لو بصيت a b over x y هي first ratio اه يبقى دي صح طب التانية b c over y z طب d b c over a over z x ده وبدل دي مكان دي يبقى ratio دي مزبوطة هل ratio d هي نفسها اللي فوق لا يبقى دي غلق طب هو بقول لي which of the following is false يبقى اول واحدة غلط طب انا افرض انا عايز اتأكد من الباقي بقى اقول له والله انا عايز اشوف التو triangle ماشا هتشوف هزي بي هقول له والله في نتر دي بقول triangle a b c is similar to triangle y x z طب انا هكتب كده triangle a b c similar b over y x equal b c over x z equal c a او a c over y a z y او y z طب نبص كده a b over y x اه اول واحدة صح طيب b c over x z اه ثالث واحدة صح برضو a c over y z z اه ماهي الثانية دي الله يبقى فعلا دي مزبوطة ولا لا اه اه مزبوط طب يبقى major angle a b c هي نفسها major angle y x z اه طب ماهي دي صح يبقى دي صح مع d طب major c equal major z اه major c equal major z في الترتيب بتاعها يبقى دي صح ودي صح يبقى دي اللي غلط يبقى انا اختار الفولت عندي اول واحدة يا رب تكون واضحة ونكون فاهمين احنا بنتكلم في ايه طيب بعد كده بنعمل ايه بنشوف حاجة تانية في some remarks بحاول استفيد بيهم لازم اعرفهم واعرف معناهم ايه طيب اول شرط عندي هو شرط similality of two polygons have the same number of sides لازم two conditions اللي هو ال corresponding angles are congruent and corresponding sides are proportional لاثنين لازم يكونوا مع بعض عشان كده بقول في remark 1 بص كده في remark 1 دي بقول in order that two polygons are similar the two conditions should be verified together and verifying one of them only is not enough to be similar بزات في figures or polygons in more than three sides maybe في triangle لأما ندرس triangle هيبقى شرط واحد enough عندنا ال ratio بين sides angles two angles هيكونوا enough بالنسبالي لكن في more than three sides يبقى لازم الشرطين يكونوا موجودين طب الرمارك التانية كلمة congruent polygons يعني الاثنين قدي بعض يعني skill factor equal one يعني k equal one ده equal ده دول اثنين يعني side ده قدي ده وده قدي ده وده كده قدي ده الله في الحالة دول لازم يكون ايه similar لان ratio هتبقى ثبتة but it is not necessary that similar polygons are congruent ممكن واحد يكون similar لكبير أنا هعمل enlargement أو shrinking ممكن واحد يكون اكبر يبقى Charles لو الاثنين congruent يبقى similar لكن لو الاثنين similar this is not important to be congruent مش مهم يعني not enough to be similar صحيح remark 3 بتقول لي ايه if each of two polygons is similar to a third يعني لو عندي polygons 1 similar to polygons 2 طب وإيه تان و polygons 1 similar to polygons 3 الله يعني polygons 1 ده similar to 2 3 هتستنتج ايه هتقول لي يبقى polygons 2 is similar to polygons 3 يبقى then they are similar طب الرماركة الرابعة بقى يبقى لو فيه اثنين similar لواحد يبقى هما الاثنين similar طب يبقى number four ولي all regular polygons of the same number of sides كلمة all regular هو يعني regular polygon ياولاد الأول أولا regular polygon معناها all sides are congruent all angles are congruent زي ايه زي في triangle equilateral triangle ده بسمي regular في square all sides are equal all sides all angles are 90 يبقى regular طب regular pentagon اللي في five sides كلهم equal والأنجلز كلها equal يبقى ده بسمي regular pentagon طب hexagon six sides لو equal برضو بسميه regular لو كلهم قد بعض والأنجلز قد بعض يبقى شرط أساسي في regular polygons عشان يكونوا similar لازم يكونوا have the same number of sides اللي هو الشرط الأساسي يبقى أنا ممكن أقول هنا إيه وممكن أقول لأن السيركل سبعة بعض طيب أستفيد بالمعلومات دي هشوف كده وأشوف السؤال اللي جاي ده بقول which of the following is always true قاد يترك جملة مين في دول اللي دايما صحيحة هنقرأ مع بعض ونفهم هو بقول لي هنا all regular polygons are similar وممكن واحد يتخمي فيها هو بقول regular polygons بكونوا similar بس هنا ما قال شي ايه have the same number of sides لأن أنا ممكن أخد regular polygons اسمه equilateral triangle وregular polygons اسمه square هل اتنين دول يكونوا similar لا يبقى دي غلط ليه لأنه ما قال شي have the same number of sides طب all squares are congruent الله ده أنا لو رسمت square صغير كده وسquير كبير هتبانلي جدا انهم ما not congruent يبقى دي غلط طب all equilateral triangles are similar اه كل equilateral triangle similar دي صح all rhombus are similar لا طبعا غلط لأن rhombus angles بتاعتها corresponding angles ممكن ما تكون equal طي يبقى أنا عندي في الصحيحة ال equilateral triangle او squares او regular pentagon او regular hexagon او circles دول كلهم كده ممكن اقول عليهم similar طيب في ايه تاني عندنا النهار ده اقول والله لو انا عندي example زي ده بقول ل check كده بقول شو يعني ايه يعني شوف هل اتنين دول ينفعوا يكونوا similar ولا لا طب لو هم similar قول similarity ratio فاكرين similarity ratio دي اسمها ايه اه كان اسمها skill factor ايه skill factor طيب اولا احنا قلنا فيه شرطين عشان الtwo figures يكونوا similar اول حاجة هنبدأ نشوف الفجر الاولاني اسمه ABCD والتاني XYZL او لا جميل طب وميجر انجل ال اللي فيها X دي زي C يبقى انجل ال equal انجل س طيب واللي فيها ستار دي زي اللي فيها ستار هنا يبقى انجل Z equal انجل ب طب وال Y دي اه زي ال Y دي اه يبقى في الحالة دي measure angle Y equal measure angle ها ايه يبقى انا ممكن اقول باية ترتيب بقى ممكن اقول انا ماشي بالترتيب ده اقول في الحالة دي XLZY XLZY طب ممكن اقول XYZL اه بس لو قلت XYZL ها هتقول DABC يبقى انت بتقول بترتيب corresponding vertices احنا بنقول بالترتيب طب مين اللي عندك المفروض تجيب XL over DC انا باخل الاتنين دول مع بعض و الاتنين دول طب او الاتنين دول مع بعض طب LZ over CB طب والتالتة ZY اللي هم اتقل الاتنين دول over BA طب والرابعة اول حرف مع اخر حرف اللي هو XY over DA هشوف الرشو دي equal كامل اول XL over DC عندك دي 6 يبقى هنا هبدأ اشوف كل واحد الوحد ها يبقى دي equal XL 6 طب و DC فين 5 يبقى 6 over 5 طب 36 36 30 يعني كنت بعمل multiply 10 طب وما عمل divide 6 فوق وتحت هتبقى 6 over 5 الله دي زي دي طب جميل طب ZY بكام عندك ZY 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 over BA فين ABD ها دي 2.5 طب انا فيه بوينت عندي تحت اشيلا وحط 10 فوق يبقى over 25 طب عمل divided 5 هتطلع 6 divided 5 الله دي زي دي او اكتبع بالكالكولياتور ما فيش مشكلة طب ال XY دي اي فين ال XY دي فين ال XY دي طب ما برضو فيه بوينت فوق يبقى شيلا وحط 10 تحت بقى 40 ودي 48 طب 40 و48 ممكن divided 5 8 صح كده تطلع 6 over 5 الله اتطلع ريش دي ادي دي ادي يبقى 3 دون الاربعة دون ما لهم ار اي 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 بقى في الحالة دي ال طيب في الحالة دي يبقى 2 polygons دول ار similar ار ار similar اللي هما مين ومين بقى اكتب بقى يبقى x l z y بالترتيب similar to d c b a لازم اكتب بالترتيب طب و اي تيرمن the similarity ratio هي 6 over 5 يبقى similarity ratio equal 6 over 5 طب اللي فوق اكبر من اللي تحت يبقى first polygon is enlargement for the other يبقى ده اكبر من ده حتى باين حتى في الرسم ده الا طبعا لو الرسم بتاع drone scale يعني drone to scale يعني مرسوم بقياس مظبوط لو figure مرسوم يعني ده مش معقول كله 4.8 وده 6 يعني مثال ده قدي ده او يعني قريب منه لكن على وجه العموم لو الشكل مرسوم مظبوط هيبقى فعلا enlargement لان skill بتاعه اكبر من skill التاني يبقى في الحالة دي polygons are similar طب ده number one طيب number two الشكل التاني اللي احنا عايزين نحكم عليه الشكل دول خلا ده ايه ده خلا ده rectangle وده rectangle طيب يا سيد طب انت عندك هنا four angles are 90 طب وبعدين طب انا هنا ينفع اقول ده similar لده اشوف وانا لو خد الفجر ده ثري ده صوير هيبقى ده ثري صح كده وده سيكس هيبقى ده سيكس طب ده هبقى ده five ده هيبقى ايه هو اول حاجة تبقى شرط اللي اولا اني موجود طب نيجي على الشرط التاني طيب الشرط التاني ايه سيدي طبعا انا لو كتبت باي ترتيب حيمش بقى يعني مثلا لو انا قلت هنا اه اف جي اتش اي 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 انا كده قلت هنا بدأت من ده كده طبعا بس انا بدأت بالصد الصغير طبعا انا ابدأ من هنا بالصد الصغير هو كمان هقول طب طرح اه ده هتبقى طب ولو عملت هتبقى صح ولا لا يبقى واحدة هتبقى ثري وفايف والتانية سي طب لما عمل هتبقى هل ده هو ده اقول لا ادو نط اي يبقى هل اقول لا يبقى نط اي طب لما هم نط طب مين هي مفيش لان ما فيش اي طيب المعلومة اللي بعد كده في الاكزامبل اللي عندي ده بيقول لي اي بيقول يبقى انا كده عرفت ان ال يبقى ال 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 هتساوي اه اه مين ال ال طب ما خلاص ال اي اتنين انا اعرف هم طب انت عندك ال اب هبص كده على الفجر لا ال اب مش موجود طب عندك ال بي سي موجودة طب عندك قصاد ال اه ال موجود يبقى هتساوي اي اولاد هتساوي ال بي سي او و اي ز اي ما انا خدت دي عشان ال بي مش موجودة عندي بس يعني انا المفروض كده اكتب ا بي او 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 بي سي او و او او اعوض هنا ال بي سي يبقى 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 هو ده مين ده 3 over 2 لمين ل a b c d لده يبقى لده ده اللرجمن هلو جميل طب انت عايز مين the links of the unknown sides and the measure of the unknown angles in each of the two polygons طب دي سهلة خالص ان شاء الله انت بتقول لي اول حاجة انت عايز ال a b معرفوش طب ما ال a b اهو طب وال x y تعرفو اه ال x y اهو يبقى انا ممكن احشيل ده وحط 3 يبقى ال a b over 3 equal ال b c over واز ما انت لسه جايبها 3 over 2 تبقى 4 point 5 يبقى انا كده جبت ده 4 point 5 بنفس الطريعة هجيب مين cd طب ما انت عارف ان cd ده over مين over zl يبقى cd over zl ده بتساوي ال skill factor برضو طب cd بكام يا cd cd ما عرفوش طب و zl بكام بص على dه zl بكام 1 1.8 equal 3 over 2 طب ما عمل multiply برضو يبقى cd equal 3 times 1.8 divided 2 طب مع 1.8 يبقى 0.9 طب 3 times 0.9 يبقى 2.7 او بالكالكولاتور تشغل ما فيش مشكلة يبقى 2.7 طب cd as 2.7 طب ال xl بنفس الطريقة ما فيش مشكلة طب بالنسبة الانجل انت قلتلي انجل ايه هتبقى زي انجل اكس فين الانجل اي ب 70 طب فين ال x يبقى ال x ب 70 سهلة ال b كام هتبقى زي y فين ال b ما عرفاش طب و y ب كام 65 يبقى 65 طيب وال c زي مين زي z فين c عندك 135 يبقى z d l d هنا طب انا عندي 3 angles في quadrilateral الصم بتاع ده كله كام ب 360 يبقى minus الثلاثة دول يديني d يبقى minus 65 plus 70 plus 135 احسب ها واجيب الناتج خلاص كده المسألة ايه تعتبر بسيطة وما فيهش اي مشكلة طيب يا ترى فيه سؤال تاني ان شاء الله نشوف كده سؤال تاني او نشوف property احنا خدنا في ratio في سنة 3 عدادي وفي اولى سنة او او اصف في 3 عدادي في ratios اننا لو انا عندي ratios وجامعة كلها من فوق جامعة الـ كلها من تحت يبقى بتديني نفس الـ طب عايز اكزامبل كده عشان افهم يعني احنا لو قلنا 2 over 3 عملت time 2 و 4 over 6 ماشي جيت جامعة دي و دي عملت ده بلاس ده طب يبقى 2 plus 4 بكام ب6 طب و 3 plus 6 بكام 9 صح طب ما انا كان عملتها time 2 2 plus 4 over 3 plus 6 بتديني 2 over 3 اه هي هي لان هي 6 over 9 هي نفس الكلام طب لو جامعت التلاتة دول 2 plus 4 plus 6 يعني والconsequence 3 plus 6 plus 9 3 plus 6 plus 9 بتديني ايه هي 6 plus 6 12 وهنا 3 plus 6 9 plus 9 18 طب ما انا ممكن اعمل divided 6 هتطلع لي برضو 2 over 3 الله يبقى sum بتاع الانتسيدن الفيرست اللي فوق دول كلهم over sum of consequence equal each ratio ودي انا واخدها في 3 تعدادي طب ما اقيدش ratio دي هي skill factor طب و sum of sides دول يعني لو قلت ab plus bc plus cd plus d a d يعتبر اوه بالنسبة للfigure اللي عندي ده ab plus bc plus cd ده plus ده 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 يعتبر الperimeter الله يعني الperimeter of polygon a bcd على الperimeter of polygon x y z l هو هو نفسه ratio between two corresponding sides اه طب لو لو ratio between مش perimeter بقى لو ratio between areas هتبقى square بتاعدي وهنا اخذها في وقت تاني مش النهار يبقى احنا بنقول هنا ده معنا ايه the ratio between the parameters of two similar polygons لو انا عندي اتنين similar يبقى ratio between their parameters equal the ratio between the links of two corresponding sides of them يبقى ايه نفس ratio بين two corresponding sides طب عايز استفيد من الكلام ده في معلومة طي نستفيد في معلومة اه ده فيه سؤال يجوز عنده زي اسئلة اخر السنة اللي هي MCQ يعني بولي choose the correct answer from those given number one هنا بولي two similar polygons يبقى عندي اتنين similar the ratio between the links of two corresponding sides in them is two to three يبقى scale factor if the perimeter of smaller smaller يبقى ده بتاع كبير اللي فوق is fourteen يبقى equal perimeter one over perimeter two طب هو perimeter بتاع الصغير يبقى بتاع two ولا بتاع three اكيد ريش الصغيرة than then the perimeter of the bigger يبقى خلاص اقول perimeter one over perimeter two equal two over three that give give that two over three equal الصغير يبقى fourteen over perimeter two طب انت عايز perimeter two اعمل cross multiply it يبقى perimeter two equal three times fourteen that divided two دائما اللي انا عايزه واعمل divided دول الصغير طب fourteen divided two اديني seven طب وthree times seven يبقى twenty one سنتيمتر اللي هي الاجابة دي طب انت استفدت من ايه هنا اه احنا هنا استفدنا من اللي احنا قلناه طيب ايه تاني عندي نشوف كده فيه مثال تاني اه فيه مثال تاني اه بقول اذا polygon a b c d is similar to polygon x y z l طيب calculate measure x طب هي اما بص كده في measure في ال angles و بقول دي 90 مين اللي 90 c طيب c c c c صح كده طب c يبقى كده z 90 فين z d اه يبقى d 90 طيب ال b d 75 يبقى وصد y 75 فين y d يبقى d 75 طب انت عايز مين بقى انت عايز measure x يبقى measure x بقى equal 360 minus 100 plus 90 plus 75 و احسب انت وحش طيب دي رقم واحد طب بعد كده ال x يبقى لازم نعمل طب يبقى لازم نقول a b over x y اول اتنين اول اول اتنين عام يبقى a b over x y طب equal b c over y z equal c d over z l equal d a over l x عوض بقى a b بكم ما عرفوش خلاص x y ما عرفوش يبقى الغي دي طب b c اه six طب y z four طب يبقى ريش هتبقى divided two هتبقى three over two طب وال c d نعرفها لا طب والz l ما نعرفوش بلاش طب ال d a before point two اللي يري خلاص مش عارفينها ودي مش عارفينها طب والl x اه احنا عايزين l x طب نقدر نجيب l x اه نقدر نجيب l x طب بكم يا سيدي يبقى that time is that divided d d l x equal two times four point two divided three طب two times two four point two times four eight divided كام three eight divided three two يتبقى point برضو يتبقى 24 x eight يبقى l x d by two point eight طب عرفتها دي طب هو بقولي if the perimeter of the polygon a b c d is twenty five point eight الله طب وإحنا عندنا كده ال b c six وال a d ب a before point two وعايز ال 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 اعايز ال انا مش عاوز lx ده عايز البرمتر بتاع مين البوليجون ده طب هي ريشو عندك كانت كام three two يبقى انا عندي البرمتر الاولاني over البرمتر التاني equal three two طب البرمتر الاولاني هتبقى twenty five point eight على البرمتر التاني اللي انا عايزو بتديني three over two يبا البرمتر التاني equal mean two times twenty five point eight over three احسب الكلام ده يديني البرمتر of the second polygon fully two similar polygons the links of their side links three five six والتانية eight and ten طب ايه البرمتر of the other equals forty eight find the links of the sides of the second polygon طيب انت عندك ال two similar polygons الاولاني السيدس بتاع تدون طب يبا البرمتر بتاعه بي one يبقى three plus five plus six plus eight plus ten جميل طب نجمع كده three plus five eight eight plus six fourteen fourteen plus eight twenty two plus ten يبقى thirty two طب والبرمتر التاني 48 طب انا عايز find the the links of sides طب ما انا عارف ان the links of sides هتبقى هي نفس الرشو بين البرمتر يبقى انا هقول له three على side one equal five على side two equal six على side three equal eight على side four equal ten على side five equal thirty two over 48 32 على 48 ممكن divided eight ودivided eight يبقى هنا four وهنا six ممكن divided two divided two تبقى two over three اعتقد يبقى side one يبقى three times three divided two يبقى 4.5 طب side two يبقى five times three fifteen divided two fifteen divided two يبقى seven point five طب side three يبقى six times three divided two تبقى nine طب side four eight times three twenty four divided two يبقى twelve طب side five ten divided three thirty divided two يبقى s five equal 15 يبقى ds sides بتاعتي بتاعت البوليجون ده يبقى هي تطبيق مباشر ان ratio between sides هي نفسها ratio between البرمتر يبقى s one على s two equal perimeter وان على بريمتر two من كان معكم مستر محمود سليمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته